السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة حلويات ام ادم كنت منكم يا ربي كمني تكونوا بخير و لا خير في احسن الاحوال ان شاء الله و اليوم كما كتشوفو جدكم بحلوة رائعة المنظر دي لها فهو نفس المنظر الحلوى السابق اللي نزيت لكم في فيديو السابق ولكن هذه حلوة كتبقى جد اقتصادية والمدق دي لها روعة اخواتي والمنظر من هدروش عليها انتم ما كتشوفو كي يجين منظر دي لها راقي جدا كنتمنى ان شاء الله تشوفو الفيديو ويعجبكم دماما نطول شي لكم خليكم مع المقادر والطريقة التحضير وفرجة ممتعة وهذا هم المقادر دينا اخواتي هنا عندي باسكاويت مع هاد النوع هاد النوع هاد النوع دمرية تحنتوا جيدا اخواتي حصلت على البودرة يعني متخليوها شي مهرمش بالنسبة لكمية نستعمل جوج من هادم اخواتي مجوج هذه العلاب هادم صافي هنا مش نستعمل واحد الكمية ما من الكاكاو المر اذا بغيتوا تعدلوا الحلو ماشي مشكل فانا مش نستعمل واحد الكمية غير محدودة حتى نشوف هاد الباسكاويت ديالي كحل صافي هنا مش نجمع هاد الباسكاويت بالحالي بالمركز المحلة هاد العلبة فيها تلتمية وسبعة وتسعين جرام مش تهزهنة كاملة هاد الباسكاويت هاد مش يتجمع به كامل و الحشوات ديالك هاد الزمنان متخلق او فواكه المعسلة ليس لهذا الشبب ان يشوف القرقوا هاد من فواكه المعسلاء القرقوا هاد من الوقي يا كما كتشوفون اهربش وهنا عند اكيمياء من اللوز اللوز الصلاكته في الماء وقشرته وقليته في الزيت و هرمشته فالحشوة اخواتي قدراء خطيارية و الديكشي ليس موجود في الدار حشوة ثانية معجون الطمر مقلي ومهرمش حشوة ثانية نزيد الكيمية من الكاكاو المر على حسب اللون استعمل الكاكاو بالسكر لتفادي الكمية وزيادة السكر استعمل هذا المر نزيد الحليب المحلة حتى تكون العجينة لينة نزيد ونخلط حتى نحصل على القوام العجينة نستعمل يدي حتى نحسس العجينة من قريبا القوام العجينة تحصل على الرطب هذه القوام العجينة نخلط بلاستيك غذائي ونعمل فيه العجينة ونخلط الحشوة فواكه المعسل سوف نضيف الكمية غير محدودة من العسل نضيف الكمية للعسل نضيف الكمية للعسل نضيف الكمية نضيف الكمية نضيف الكمية سنتعر الكتخص ونضيف الكمية نضيف الكمية ونسرح نحاول مربع او مستطيل نحن نقوم بشكل مربع نحن نطلقه نحن نستطيع العشنا الأول تعالي الغلود لنقوزه على طحين أو سكر نقوزه على العجينة نقوم بالغذائي على العجينة نقوم بحشوة نقوم بحشوة نقوم بحشوة نقوم بحشوة نقوم بحشوة وستعمل بحشوة النقوم بحشوة نقطع الزائد نقطع الزائد نقطع الزائد نقطع الزائد الملتقى 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 واصتهت والمهائية لذلك الملتقى المدقى Gothic شكرا 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 لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لتكتب فون مصباح اشتركوا في القناة حشوات الطمر حشوات الطمر حربلتها على شكل حربول حربول رقيق نستعمل معه نفس الطريقة سهلة جدا كمقطع زائد البسكاويت الحشوات داخل عقدي حشوات المستطع حشوات الطمر مستطع نضيف تأكيد ونجد التأمير نقضي الحلوة في بعض الحلوة سوف نقضي الحلوة تقليل نستمر حتى نكمل حلوة كاملة نستعمل اللوز كونكاسي كراميليزي هذا الشريط جاهز دوبت شوكلاة كحل نستعمل حمام ماء نستعمل ورق الزبدة نستعمل حلوة كاملة نستعمل ورق الزبدة نستعمل وضع ورق الزبدة نستعمل حلوة ورق الزبدة نستعمل حلوة 1 شباب نستعمل حلوة تلاجة نستعمل حلوة لأثلاء ننجز حلوة لأثلاء اخذت كؤس ورقية يكسر اللون الحلوة اضافة 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 الحال وما تنسوش أخواتي لأول مرة كي تشوفوا في القناة تشترك فيها بالضغط على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس بطبيعة الحال باش تتلقى بالجديد إن شاء الله وشكرا لكم بزف بزف على التعليق ديكم الجميلة والطيبة كنشكركم أخواتي من كل قلبي كتعطيني واحد الحماس كتعطيني واحد القوة باش نزيد نزلكم فيديو هاد الحلويات ولا وصفات أخرى بإذن الله إن شاء الله فشكرا جزيلا لكم أخواتي وهنا يفتحت لكم جد الأشكال أخواتي الشكل اللي معمر بالطمر والشكل اللي معمر بالفواكه الجافة فهذا كيكون الشكل دي لهم من داخل أخواتي طعم رائع أخواتي وجد لذيذة وسهلة تحضير طبعا الحل فكتمنى إن شاء الله يكوننا الإعجاب ديكم الفيديو وما تنسونيش إذا عجبتكم الوصفة كيف العادة تخليوا لي للايك ديكم وتعاليق ديكم الجميلة فانتلقوا إن شاء الله في وصفة أخرى مع فيديو آخر ومع السلامة شكرا